موسيقى عندما يقول المسيح أنا هو الطريق والحق والحياة هذا يثير فينا تساؤل إما شخص المسيح صادق أو كاذب إما يسند أقواله بأفعاله أو لربما يكون مجرد كلام بكلام فنحن لا نتحدث عن كلام أي كلام نتحدث عن شخص له السيادة له القوة له السلطان وله الجبروت فنتحدث عن الملك الحي الذي يستطيع أن يفعل ما يقول وهذا ما فعلوا في حياة التلميذ وهذا ما اختبروا مئات من الملايين اللي اتغيرت حياتهم لأنهم صاروا وراء يسوع الملك أنا أدعوك في هذه اللحظة لربما أنت مشوش ولربما أنت مضطرب في حياتك فوضى داخلية لا تعرف الطريق سمعت عن دياناتك كثيرة أنا أدعوك لكي تختبر المسيح لكي تأتي إلى المسيح يسوع هو الطريق ويستطيع أن يمنحك الحياة الأبدية فهو يقودك إلى الحياة لماذا تتخبط في ظلمة لماذا تتبع أوهام أو سراب لماذا تحاول جاهدا وكل محاولاتك باءت في الفشل جرب المسيح تعال إلى يسوع هو الوحيد الذي قال أنا هو الطريق لو تبعت الرب يسوع المسيح تأكد أنه إلك حياة أبدية وأنه حياتك بتتغير وهذا يقودك للفرح والسلام والقوة الداخلية الحقيقية على فكرة أنا بحب أسمع منك إذا صليت أو طلبت هذه الطلبة يمكن إحب أنت محتاج لمساعدة روحية أنه نصلي معاك أنا شخصياً بحب أسمع منك بحب أسمع منك بتحب تكتب يمكن تكتب على البريد الألكتروني يمكنك أن تكتب نزار at lfan.com اكتب لي بحب أتجاوب معاك وبصلي من كل قلبي أنه نعمة الرب تلمسك ومحبة المسيح تغمرك وأنه رب يفتح العينين وتشوف أنه المسيح هو الطريق للحياة الأبدية